مرحبا بكم متتربعوا قناة غوموزيك كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير وأحوالكم كلها جيدة هذا فيديو جديد عن شخص ترككم بقسوة صدمك لم تنتظر أبدا هذه الطريقة كيف تركك سنقوم بكشف أسراره كيف بعد بعد أن تركك كيف يراك الآن هل يفكر فيك وكيف يعيش ولا في هذه القراءة هناك مجموعتين المجموعة الأولى بالريشة الخضراء أو أول حرف من حروف هذا الشخص الذي تركك والمجموعة الثانية بالريشة الزرقاء أو أول حرف من حروف اسم هذا الشخص الذي تركك أيضا والحروف طبعا في صندوق الوصف مع توقيت القراءة ونبدأ على بركة الله مع المجموعة الأولى والريشة الخضراء نطلب الدعم الإلهي والعون الإلهي ونبدأ بخلقه بالريشة الخضراء من الحروف من بركة الله هذا الشخص المجموعة الأولى كيف يراك الآن هل يفكر فيك هل هو نادم عليك إذن في البداية سنعرف طاقتك وطاقة هذا الشخص فرقتان كثير طاقتك طاقة جيدة أنت في طاقة جيدة طاقة شخص قد عمل كثيرا والآن ينتظر نتائج ما قام به نتائج الأعمال التي قام بها وبما هذه نتائج بدأت عندنا مراقة سبعة نقود تكون نتائج عندها علاقة بالمال هذه القراءة الأولى لهذه القراءة البطاقة القراءة الثانية لهذه البطاقة أن تكون أنت تنتظر شيئا ما وبما تنتظر كارما أن تصيب هذا الشخص تنتظر أن تأتيك منه رسالة أو تنتظر أن يعود تنتظر أخبارا شيئا ما يعني كل واحد يرى هذه الطاقة يكيفها حسب دروفه وحياته المهم هي طاقة جيدة جدا في الغالب ستكون هذه الأشياء التي تنتظرها سواء كانت مادية حياتك مادية جيدة وتعمل ونسيت تماما هذا الشخص وربما لا تفكر فيه كثيرا أو أنت تنتظر شيئ ما عنده علاقة بهذا الشخص كلها الحالتين هذه نتائج ستكون نتائج إيجابية لأن هذه ورقة إيجابية جدا جدا طاقة هذا الشخص طاقة هذا الشخص ربما هو يبدأ علاقة جديدة طاقة الأول الأكواب الكوب رقم واحد ربما هو داخل في علاقة جديدة أو بدأ علاقة جديدة لا ندري سوف نرى المزيد الآن ستتضح هذه الطاقات مع المزيد من القراءة غوص القراءة أكثر إذن أول شيء سأرى كيف حاله في البعد بل طاقته حالية ولكن كيف حاله في أعماقه كيف حاله في البعد هو يحاول أن يختار بين شيئين عندما ظهرت لنا بطاقة السيفين هو يحاول أن يختار بين شيئين ولكنه في داخله عندما ألم نفسية كثيرة ربما إحساس بالذنب ربما لأنه كما ترون هذه البطاقة المرأة تحمل السيفين وهي معصوبة العينين وأيضا هناك قمر والليل يعني الليل والسماء والمكان الذي سماء غائمة والمكان الذي هي فيه مكان موحش مظلم وأيضا حافية القدمين يعني الآمان غير موجود الاستقرار غير موجود هو غير مستقر نفسيا وهو متألم جدا ليس بخير وهو يحاول الآن أن يختار بين شيئين ولكن ليس لديه الرؤية الصافية لهذين الشيئين لأن عينيه معصوبتين أصلا عينيه معصوبتين يعني لا يرى وأيضا هو في الضلام يعني لا يرى أشياء غير مكشوفة أي أشياء غير واضحة غير واضحة بالنسبة له وعدنا ذشاريو تعلمون مدهر الآن هذه ذشاريو معنى أنه يتقدم رغم ذلك يتقدم بقوة يتقدم رغم ذلك يتقدم بقصوة رغم كل شيء ما يشعر به وأنه ليس بخير نفسيا ليس بخير في كل شيء يعني هو ليس بخير شخصيا ليس بخير نفسيا ليس بخير ولكنه يتقدم رغم ذلك ربما يتقدم لأنه معصوب الأعين لا يرى لكأنه منوم مغناطسيا ربما يتقدم لكي يهرب من آلامه ومن إحساسه بالندم وبالذنب وعندنا ورقة الأشاق التي عندها أيضا بالنسبة لهاته للبطاقات التي سبقتها هي لديها أيضا معنى الاختيار وبحاجة أن يختار بين شيئين ربما يختار يفكر بك ويفكر في الشخص الآخر الذي هو يريد أن يتقدم له أو يفكر في حياته هل يعود إليك يعيش حياته معك أو يبتعد عنك ويعيش حياة أخرى يعني هو يريد أن يختار لكنه لا يعلم ولكنه يمشي أمام هذا الأمر الذي أمامه مثل العربة رأيتم العربة التي تكون تحمل الحصة يجرها تجرها الأحصنة كم هي قوية كم هي هوجاء كم هي مندفعة جدا والتوقف صعب هكذا يندفع هاربا من شيء ما حسنا هل يفكر فيك هل هو يفكر فيك فعلا هو يفكر فيك هو يفكر فيك جدا أو فيك جدا هناك التفكير العميق بالحياة التي كانت لأنه ظهرت الإمبراطورة الإمبراطورة هي البيت أكبر يعني بطاقة تدل على البيت والعائلة يعني لبعضكم هناك كانت هناك زواج كانت هناك عائلة ولما كانت هناك عائلة ماذا؟ معناه أنه يفكر في العائلة التي كانت بينكم ربما حصل انفصال ربما ابتعد ولم يحصل انفصال ولكنه يفكر فيك يفكر كثيرا فيك يدن يدعو حتى أنه يفكر بشكل يعني ليس سلبي بإيجابية وقد يكون هذا برج الأسد والله أعلم يعني الأبراج التي ظهرت هنا أدين أذكرها هل هو نادم عليك؟ الأغلب الذين يشاهدون الآن هم نساء وقد عقدوا نية في هذه القراءة على رجل لأنه هل هو نادم ظهرت الكثير يعني ثلاث بطاقات رجال الأول إمبراطور ثم ستة نقود ومالك العصين في هل هو نادم عليك؟ في المحقيقة البطاقات لا تظهر إذا كان هو نادم عليك ولكن هو يفكر فيك يفكر فيك بقوة وهذا الشخص قد يكون شخص ميسور ماديا لديه يعني وفرة مادية وعنده شغف إنسان شغف عنده شخصية أيضا ونخرج مزيد من الأولاق لنرى هل هو نادم عليك هو نادم عليك يعني يفكر فيك لكنه لا يريد أن يبدي ذلك يخفيه خلف القوة هذه القوة قد تكون ليست قوة حقيقية وإنما قوة مزيفة لكي لا يبدي ضعفه هو في أعماقه في حقيقة أعماقه هو مثل السيفين بطاقة السيفين يعني لا يرى جيدا ليس بخير ولكنه لا يبدي ذلك يبدي أنه قوي أنه بخير وأنه لا يفكر فيك وأنه لا يشعق إليك وأنه لا يسنالم عليك ولكن هل هناك عودة لنرى هل هناك عودة هل فيعود إليك هذا الشخص أنا لا أدري ماذا هذا الشخص بقوة وصدمك وها لست أدري حتى لو عاد أستغرب إذا كنتم ستقبلون يعني هذاري هناك بعض الأشخاص ثم يدخلون في كورس حب الذات كورس حب الذات لأنه شخص يحب نفسه لن يستقبل شخصا تركه وذهب بسهولة أو لا يستقبله أبدا يعني هذاري أو كورس أيضا تشاكل دفل داخلي أنه كنقول إن المشاكل يعني في دفل داخلي حسنا هل سيعود هذا الشخص الكارما ستصيبه بطاقة الكارما نعم قد يرجع هذا الشخص يعني بطاقة تقول أنه سيكون هناك رجع وإنما وأيضا ستكون الكارما ستصيبه الكارما ستصيب الكارما هذا الشخص وهو أصلا عند مشاعر ناحيطك قد تكون هذه مشاعر الحب لأن الساحر يقدم لك شيء يقدم لك الانفينيتي قد يكون يقدم لك هذا الشخص مشاعر الحب أو مشاعر الندم عند مشاعر قد تكون هذه مشاعر ما زالت مشاعر الحب وقد تكون مشاعر الندم هو لا يريد أن يعترف بأنه نادم ولكن في داخله آلام نبرحة في أعماقه في أعماق داخله هو يشعر بالندم يشعر بالألم ألم أنضمير هل سيذهب إلى هذا الشخص الآخر الذي الذي كان يختار بينكم هل ستتم بينهم علاقة بينه بين هذا الشخص الآخر هل ستكون بينه وبين هذا الشخص الآخر علاقة أغلب الظل أغلب الظل يعني لن تكون هناك علاقة بينه وبين هذا الشخص وإذا كانت هناك يعني بداية العلاقة لأنه لن تكتمل حتى أنه كانت بداية العلاقة ربما يذهبون ربما تكون بين خطبة ربما تكون هناك معرفة بينه وبين الشخص ولقاءات ولكنها ستكون فيها الصعوبات كثيرة فيها خصامات كثيرة فيها مشاحنات كثيرة وهي أغلب الظلدان يكون هناك لن يذهب بعيدا مع هذا الشخص في هذه العلاقة وسيعود سيعود ربما سيعود ليعتذر منك حسنا رغم أنه يفكر في بداية شيء جديد ربما هاربا مثل ما رأينا الأبراج هناك برج القوس العذراء العذراء مرتين الحمل هذه هي الأبراج الحمل أيضا ظهرت مرتين لنرى ماذا سيقول لك الماسترات لبما تعطينا الماسترات شيء ما جديد كما تعودنا الماسترات تضيء على أشياء أخرى ظهرت هذه true love true love يعني أجمل ورقة ممكن أن تخرج لك في قراءة مثل هذه أنت عندك الشخص رومانسي الأشخاص الذين كما تقول بطاقة هذه الأشخاص الذين اختاروا هذه القراءة هم أشخاص رومانسيين تقول لك هذا الرومانس الرومانس الحب التافئ والحب الرومانسي الموجود في داخلك لأنه أنتم أشخاص رومانسيين يجعل الكون يجعل في طريقة يدفع الكون لأن يجعل في طريقك الحب الحقيقي هذه المشاعر لعندك أنت حتى لو كان مع هذا شخص الذي غدرك ودهب وتركك بقصوة حتى لو كان هذا غدرك فهذه المشاعر التي لديك أنت الحب الصاف الحب الرومانسي تجعل الكون الكون سيجلب لك لأنه قانون جذبة كما تقول الكون سيجلب لك الحب الحقيقي حب حقيقي حب كبير جدا نعم يعني هناك شخص ما سيأتي في الطريق سيكون مناسب جدا جدا يكون الحب الحقيقي ويكون حبا كبيرا جدا جدا لنرى الملائكة من دفتقون سيكون المتحدة سيكون هذه المتحدة سيكون تقول لك أنظر، أصلاً اسم هذه البطاقة الجميلة، انظروا، الصور كم هي جميلة، اسمها اكتشاف، تقول لك أنظر حولك الكثير من الفرص، هناك حولك الكثير من الفرص يجب أن تكتشفها وتنتبه لها، وإنه الوقت المناسب لتقوم بتغييرات، إذن ماذا؟ تقول لك البطاقة هذه الحب الحقيقي والحب الكبير، وتقول لك هذه البطاقة، يعني لا تنتظر هذا الشخص، أنت تنتظر، هو الكارما ستصيبه لأن هناك ورقة الكارما، وسيأتي جاثياً على ركبتين ويقول لك أنا آسف وغيره، لكن أنت لا يجب أن تلتفيت إلى هذا الشخص، لأن الحب سيأتي إليك، وأيضاً هناك فرص كثيرة وهذا هو الوقت لتغير، غير لا تنتظر هذا الشخص، هناك أشياء قادمة، متغيرة تماماً عن الظروف التي قمت بها، أشخاص آخر مختلفين عن هذه الأشخاص، وأخذ ورقة أيضاً من هذا، لماذا؟ يوجد فعل أيضاً، لا يوجد فعل، يوجد فعل أيضاً من حياتك، والآن يوجد فعل، والآن يوجد فعل، والآن البطاقات مناسبة جداً جداً لك، مناسبة جداً للقراءة، تقول لقد أنهيت، تون مرحلة من حياتك، يعني هذا مرحلة وأنتهيت منها، يجب أن تقلب الصفحة، والآن بداية جديدة، شيء جديد وأجمل مرحلة من حياتك بدأت، الآن تبدأ، مرحلة جديدة وأجمل وأحسن من التي كانت سمن المرحلة السابقة التي عليك أن تنساها وتغلقها، الآن والله البطاقات مبشرة جداً، تقول لك، يجب أن تغلق هذا الملف، يعني كان مجموعة الدروس وكانت علاقة كارمية على ما يبدو، والدروس التي يجب أن تتعلمها، وتغلق هذا الملف وتقلب الصفحة لتبدأ حياة جديدة، هناك مرحلة قادمة أحسن، وهناك شخص قادم في حياتك أحسن، فماذا تريد أكثر من هذا؟ هانئاً لكم، حسناً قد وصلنا الآن إلى نهاية هذا المجموعة الأولى، قراءة المجموعة الأولى، أرجو أن تكون هذه القراءة قد نالت إعجابكم وأجابت عن أسئلتكم، وإذا أردتم البقاء معنا في المجموعة الثانية، هذا يسعدنا، وإلا تمنى لكم كل الخير والبركة والحب في حياتكم، وإلى اللقاء، نتقل مع المجموعة الثانية، وماذا سنفعل؟ سنخلط الأوراق إذن مرحباً بكم أصحاب المجموعة الثانية، والريشة، الزرقاء، أو أول حرف من حروف هذا الشخص الذي تنوي عليه، الذي تركك بقصوة، والحروف في صندوق الوصف مع توقيت القراءة، ونبدأ بخلط الأوراق، نخلطها جيداً، بعدما رحل لك عنك هذا الشخص، وصدمك، كيف يراك الآن؟ هل يفكر فيك؟ هل هو نادم عليك؟ مجموعة الثانية، هذا الشخص الذي تركك بقصوة، وصدمك، هل يفكر فيك؟ هل هو نادم عليك؟ وكيف يراك الآن؟ نخلط جيداً الأوراق، وضر طاقةك، بسم الله، واو، طاقة جيدة، طاقة شخص، يعني عشرة الأكواب، طاقة العشرة أكواب، العائلة، الدفء، التناغم، أنت سعيد، أنت عندك في طاقة العشرة أكواب، يعني تعيش دفء العائلة، دفء العائلة، يعني عندها هذه البطاقة عدة قراءاتها، القراءة الأولى ممكن هذا الشخص يعني هو أصلاً قد يعيش الآن، يعيش الآن في عائلة، يعني تزوج وهو الآن في عائلة سعيدة جداً، ورغم ذلك يريد أن يعرف هذا الشخص الذي صدمه وذهب وتركه بشكل يعني لم يفهم لماذا فعل هذا، يريد أن يفهم لماذا فعله هذا، له نادم عليه، القراءة الثانية أنه هذا الشخص الذي، الأشخاص الذين اختاروا هذه القراءة، هم يعيشون تناغم في حياتهم، يعني وصلوا للتناغم النفسي، وهم يعيشون كأنهم في عائلة ليسوا بحاجة إلى أي شيء، يشعرون بدفء العائلة وغيره، ليس بالضرورة يكونوا متزوجين، يعني هناك قراءتين لدي البطاقة، وسوف نرى مع المزيد من البطاقات، طاقة هذا الشخص، طاقة العربة، إنه يمضي قدماً، إنه يمضي قدماً في حياته، لا يفكر في أي شيء غير إنجازاته، حياته، على الأعمال، وتغييرات كبيرة في الحياة من مرحلة إلى مرحلة، وهو يمضي في مراحله قدماً ولا ينظر إلى الوراء، وسوف نرى المزيد عن هذه الطاقة، لكي نتأكل من الطاقتين، ستشرح لنا هذه الطاقتين مع الأوراق، لكن ستأتي الآن، كيف حاله في البعد، كيف حاله في البعد، يعني مع البطاقة أنت مضيت قدماً، وهو أيضاً مضى قدماً، كلاكما، ولكن هو وحدهما، ليس معه شخص آخر، ولكن أنت لست وحدك، ربما العائلة معك، قد أحاطتك العائلة بحبها، ربما الأصدقاء لست وحدك، ولكن هو شخص إنه الآن وحده، ويمشي قدماً في حياتي، ربما يحقق إنجازات مادية، ولن يفكر في شيء آخر، لنرى المزيد، كيف حاله الآن في البعد، كيف حاله الآن في البعد؟ هو ليس متزم، ليس عنده اتزان عاطفي، إنه مضطرب، مضطرب، كثير الحركة، يحاول أن ينتقل منها، هو يعني هذا طبيعي جداً، يعني لو أعطيكم أنا معلومة من المعلومات، طبيعي جداً أنه شخص يقوم يفعل شر في حياته، يفعل شر في حياته لشخص ما، حتى وإن ظهر في داخله للكع، وللآخرين، أنه يمضي قدماً، مثل هذه الوالقة، يمضي قدماً في الحياة، ولكنه في أعماق نفسه لن يكون بخير، هو يعرف بأنه فعل شيء شرير، حتى وهو لا يعلم، ليس معترف لنفسه بأنه قد قام بشيء شرير، حتى لو ليس معترف بنفسه، وليس معترف بذنبه، إلا أنه في أعماق داخله، أنظروا للسجح، في أعماق داخله، ليس لن يكون أبداً بخير، أحياناً نسكت، مثل هذه البطاقة، أنظروا، يمضي قدماً، مع الشاريو، الشاريو، يمضي قدماً، يعزفوا موسيقى، يعزفوا موسيقى، أنظروا جيداً إلى البطاقة، وهناك حصانين يجران العربة، هناك صخب، هناك صخب، هناك بعض الأشخاص الذين يميلون إلى الصخب في حياتهم، خلق الضجيج في حياتهم، لماذا؟ ليسكيتون أصوات داخلهم، صراخ داخلهم، الأشخاص الذين يقومون بالشر، هناك صراخ في داخلهم، صوت الضمير، ولكن هم عندما يبقون وحدهم، يشعرون بالضمير والعذاب، عذاب الضمير، ولذلك لا يريدون أن يكونوا وحدهم، وإذا كانوا وحدهم، الكثير من الهرج والمرج، وربما يرتم في العمل لكي لا يفكر. إذن هذا هو، هناك حركية كثيرة، حاديث كثير، هناك ضجيج كثير، كأنه يهرب من شيء ما. وأيضاً عندنا هنا السبعة سيوف، السالق، فقد سالق، هو يعلم في أعماقه أنه فعل شيئاً شريراً، قد سرق شيئاً ما، قد سرق شيئاً، قد سرق سعادتك، قد ليس بخير، هو في أعماق ذاته ليس بخير، وينتظر، وينتظر أن تصيبه شيء مما فعله، يعلم بأنه سيصيبه شر ما فعل، شر ما أقدم إليه له، عليه عفواً، شر ما أقدم عليه، وهو ينتظر وهو خائف جداً، ويهرب من هذا المصير، والأفكار تعذبه الأفكار. هسنان، وهل يفكر فيك؟ هل يفكر فيك؟ ذهرت أيضاً السيفين، هناك نقدين وهناك سيفين، ما معنى هذا؟ النقدين، معنى أنه يحاول أن يتكيف في حياته، يتكيف مع هذا العذاب الذي لديه، عذاب ضمير وأفكار أنه فعل شيئاً سيئاً، هو في أعماق يعلم أنه فعل شيئاً سيئاً، يحاول أن يكيف بين هذا الشيء الذي قام به، ضدك، وآلمك، يحاول أن يتكيف ويعيش مع هذا الإحساس، ويعيش حياته، مع هذا الإحساس، بدون أن يعيش العذاب، يريد أن يتكيف، أن يعيش حياته مع هذا، ولكن هيهات، هناك السيفين، معنى أنه لا يستطيع، لا يستطيع أبداً أن يمشي قدماً في الحياة، وهو لديه هذا الكاهل المثقل، كاهله مثقل، كاهله مثقل، حتى وهو لا يحاول أن يفكر فيك، هو يهرب من الأفكار التفكير فيك، هو لا يفكر فيك كشخص ما، كشخص بأنه اشتاق إليك، أو لا، هو يفكر فيك كلماذا فعلت ذلك، لماذا فعلت ذلك، ما الذي سأريد، أريد أن أستمر، لا أريد أن أفكر فيما فعلته، لا أريد أن أشعر بالذنب، لا يريد أن يشعر بالذنب، وينتظر أيضاً، هنا بطاقة انتظار، وهنا أيضاً بطاقة انتظار، يعني هو الآن، لا شيء ينقصه، هو بخير، لديه كل شيء بخير، يمضي في حياته، ولكنه دائماً ينتظر شيء ما، ما هذا الشيء؟ الكارما، يعني بأنه فعل شيئاً سيئاً، وأنه سيصيبه شيئاً زيئاً، لأنه قام بشر، قام بشر، يعني هذه هي، أنا قلت أنه لا يفكر فيك كأنه، يعني كأنه اشتاق إليك، ولكن قد، هل يكون نادم عليك؟ نادم؟ لبما، لا أريد أن أستبق البطاقات، لكن هو لا أرىه نادم عليك، أنت شخصياً، بقدر ما هو نادم، ربما على ما فعله، يقول حسب البطاقات هذه، لو فترقت عن هذا الشخص بشكل أحسن، لماذا؟ فترقت عنه بهذا الشكل، هل هو نادم عليك؟ هي لها من بطاقات، هي لها من بطاقات، هسناً، لأخبرك شيئاً، أولاً، هذا الشخص، هذا الشخص، ليس في علاقة، ولا يفكر في ارتباطه، لا يفكر في الارتباط، ربما ليس لا يفكر في الارتباط، لكنه غير قادر على الارتباط، لنرى، لماذا؟ لأن ذي الشعر هو شخص واحده الآن، يريد أن يتخطى شيئما، ويمضي في حال سبيله، وعندما قلنا هل هو نادم عليك، انظر مدى ظهرت، ظهرت الخمسة نقود، الإحساس بالفقد، الإحساس بالفقد، والعوز، والألم، كل المشاعر سلبية، أصلاً بطاقة هذه عندما ترها، سترى فيها كل الحرمان، الحرمان، هو الآن يشعر بالحرمان، ولكن، هل يشعر بالحرمان، لأنه نادم عليك، كشخص، لا يبدو ذلك، هو يشعر بالحرمان، يشعر بالآلم، ربما من عذاب، الضمير، سوف نرى المزيد، أنه هناك طاقة الموت أيضاً، أيضاً، معناه هو يشعر الآن، انظروا البطاقة أيضاً، هذه ثلاثة، الأكواب، ثلاثة أكواب، يريد أن يكون سعيداً في حياته، يريد أن يكون، ربما كان سعيداً من قبل عندما كان معك، وقبل أن يتعرف عليك، كان يعيش السعادة، كان يعيش الاحتفال مع الناس، مع الأصدقاء، ولكن الآن، في هذه الآن، الآن هو ليس بخير، حتى وإن بدى، هو ينضي قدماً، ولكنه ليس بخير، يشعر دائماً بأن شيئاً ما ينقصه، لإحساس به، عذاب الضمير، ينغص عليه حياته، يقول أنه لو لم أقم بهذا الفعل، ربما لكنت صعيداً، ولكن سأعيد السؤال مرة أخرى، هل هو نادم عليك؟ يعني هنا هو نادم ليس بخير، ونادم على ما قام به، خاصة أن هناك دلتاس، يعني موت، كأنه شيئاً في داخله قد مات، جزء ما في داخله قد مات، يريد أن يرتبط، ولكنه ليستطيع أن يرتبط، ربما يخاف أن الكارما تصيبه من، هل مثل ما فعل لك، ما فعله معك، يفعله معه الشخص الآخر، كما تدين تذان، هذا عندها هذه المخاوف، هل هو نادم عليك أنت شخصياً، أنه نادم عليك، أنت شخصياً، نعم، 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 نادم عليك أنت شخصياً، إنه نادم در العشرة، يشعر بالآلم الشديد جداً، 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 خاصة نادم عنك، عليك أنت، ليس كعلاقة عاطفية، وإنه نادم عليك لأنه آلامك، نادم على ما فعلهم معك، يشعر بأنه آدمك كثيراً، أنه أذر بك كثيراً، ويتمنى لو أنه لم يفعل ذلك، وأنت، أنا أرى الله قد عوّدك، سواء كنت في زواج سعيد، الله قد عوّدك، أو أنت في عائلة محيطة بك، أيضاً قد عوّدك الله، ولكن هو لا، وحياته كلها سيئة جداً، انظروا البطاقات، بطاقات السيئة التي ظهرت، حتى بطاقة الموت ظهرت، حتى بطاقة الموت ظهرت، عندها معنايين هذه البطاقة الموت، حسناً لنرى، عندنا بطاقة العوز، التي هي عوز، قد لا يكون مادي، أنا أراه عوز عاطفي، ونقص عاطفي، وحرمان، وآلم، وشياء يفتقدها، هناك الإحساس بالفقد، فالقراءة الأولى، قد تكون الإحساس بالفقد أن شيئاً ما في داخله قد مات، ربما الإحساس في العلاقات أن يحب من جديد، ليست أن يحب من جديد ربما، وهذه كارما قد أصابته، والمعنى الآخر أنه قد يكون مارض مرضاً، عنده ربما علاقة بالموت، لأنه خمسة نقود أيضاً عندها علاقة بالمرض، لأن هذا الشخص نرى أنه مقطوع الرجلين، عندها علاقة بالمرض، وهناك موت، ربما مرض عنده علاقة بالموت، الله أعلم، يعني عندها عدة قراءات، وهذه البطاقة الخمسة نقود أيضاً، هذا الشخص في القراءة في الممعنى الأول الذي قلته هو يشعر بالفقد وغيره، حتى أنه يشعر بالفقد دائماً عندما نرى هذه الرجل المقطوعة والعصر، أنه يريد أن يستمر في الحياة، لا يستطيع أن يتقدم في الحياة، رغم أنه هنا الشاغ يتقدم ويحقق، إنه مجرد، ماذا قلنا في القراءة الأولى، نفس المعنى، أنه لا يريد أن يظهر أنه ضعيف، وأنه نادم، وأنه ينقصه شيء، لا يريد الإيغو، لا يريد أن يظهر أنه، أو معنى الآخر أنه، مهما أنه يقاتل لكي يستمر في الحياة، يقاتل لكي يمشي في الحياة، ولكنه لا يستطيع لأنه يشعر بالعجز، والقراءة الثالثة، أنت معاني، القراءة الثالثة تقول بأنه، تقول بأن هذا الشخص يحاول أن يستمر في الحياة، ولكنه لا يشعر أبدا بأنه يستمر، لا يشعر بأنه ينجل أي شيء، يعني يشعر بأنه دائما ناقصه شيء، مهما حقق أشياء، نعم، حقق أشياء، ولكنه دائما لا يشعر بطعم الانتصار، طعم السعادة، وطعم تحقيق الإنجازات، لا يشعر بسعادة، رغم ذلك، رغم أنه قد ترىه يستمر في حياته، وقد نجح في حياته، ولكنه ليس يشعر بطعم السعادة، وبطعم النجاح، وتحقيق الإنجازات. هناك برج العقرب الأبراج قليلة جدان تخيلوا حسنا طاقته ظهرت برج القوس لا السرطان والعقرب طاقت أما الطاقات كل الطاقات الطاقات الهوائية والترابية وطاقات الهوائية النارية نعم لنرى ماذا تقول لك هذا لا تخدش قلت لك هذا الوضعية ستحل بأرواعي وأحسني وألطف طريقة ستحل هذه الوضعية بألطف طريقة تقول لك بأنه كأنها تعطيك التطمينات بأنك أنت الله يعوضك قد عوضك أصلاً قد عوضك خيراً وحتى أنه سيأخذ كارمتك وانتقامك من الشخص الذي ظلمك لا تغلق وتقول لك أيضاً الملائكة تقول لك أنتظر أنتظر لا تفعل أي شيء انتظر فقط انتظر الوقت المناسب والنتائج ستكون رائعة جداً 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 ربما تقول لك انتظر ما تزال إذا كون هذا الشخص أنت تعرفه فانتظر فانتظر غدر الكارمة بعينيك وإذا أنت تريد أن تفكر أن تفعل شيئاً ما رسالة لك تقول لك إذا تفكر في فعلي شيئاً ما أي كان شيئاً أي شيء أي شيء في أي مجال من مجالات الحياة تريد أن تقوم بها تقول لك انتظر ليس الأمر الآن انتظر الوقت المناسب والنتائج ستكون رائعة جداً بياغ يعني أحسن وأفضل لنأخذ هذا ما لقى من هنا أيضاً هنا يوجد فعل أوه تقول لك إنه الوقت المناسب لترك هذه العلاقة الغير الصحية ربما أنت الآن لست في علاقة مع هذا الشخص ولكن العلاقة مع هذا الشخص كانت غير صحية وربما عندما تقول لك تستعم معناها أنك إنه الوقت المناسب لتنسى الموضوع وننسى هذا الشخص يعني تترك هذا الشخص لا تفكر فيه أبداً لأن هذا الشخص لا يستحق أن تفكر فيه لا يستحق حتى أي شيء وكل شيء سيحدث يعني حتى الكرمة سيأخذها ولكن أنت لا تفكر فيه لأن هذا الشخص لا يستحق عيش حياتك عيش سعادتك تعويضك الإلهي عيشه تقول لك أيضاً للبقالة يا شمس واش بيك ذابلة إلا بيك الزين أن ينفكر فيك وإذا بيك الظهر ربي ما يتخلى عليك إذا بيك الظهر من عن الحد فإن الله لن يترك أبداً 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 الله معك الله معك فما تريد أكثر من هذا أكثر من أن يكون الله معك وأن يتخلى عنك أبداً لأن الله دائماً مع المظلومين على الظالمين ومهما حصل الظالم دائماً يأخذ جزاءه الظالم دائماً يأخذ كارمته سواء آمن بالكارمة أم لم نؤمن بها أن نؤمن بما أي شيء وأنه سيحدث له لأنه قانون إلهي قانون كوني قانون الكوني لا يتغير أبداً من فعل شراً سيرى الشر من فعل خيراً سيرى خير هذا القانون حسناً نصل إلى نهاية قراءة المجموعة الثانية أرجو أن تكون هذه القراءة قد نالت إعجابكم وآجابت عن أسئلتكم وأتمنى لكم كل الخير والحب دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء